اشتركوا في القناة رحل عن حياتنا من سنين لكن كتاباته ومواقفه لسه عايشة معانا لحد النهاردة انا شخصيا شايفة ان اللي هي عملته ده الحقيقة كان فيه مغامرة كبيرة جدا منها لانها اختارت شخصية حياتها غنية وفيها محطات ومراحل مهمة جدا مش بس كده كمان انما كانت مؤثرة على مستويات كتير ادبيا وسياسيا النهاردة هيكون معانا الكاتبة خميلة الجنزي اللي هنتكلم معاها عن كتابها بين اطلال السباعي وواضح جدا ان الكتاب بيتكلم عن حياة فارس الرومانسية الاديب الكبير والروائي الراحل يوسف السباعي والحيان يوسف السباعي كان معروف جدا بانه اديب كبير لكنه كمان رجل عسكري لكنه كمان اديب وصحفي وسياسي وشخصية مهمة جدا كان لها تركيبة خاصة ومختلفة هنعرف منها النهاردة او هنعرف من خميلة تحديدا من خلال كتابها بين اطلال السباعي ونقف معاها عند اهم المحطات اللي قرارت تتكلم عنها في كتابها وطبعا اهم المحطات في حياته لكن قبل ما نتقابل مع خميلة تعالوا نشوف مع بعض تقرير البسالر او الكتب الاكثر مبيعا زي ما حضراتكم متعودين معانا دايما في بداية كل حلقة ونرجع على طول يحكى ان يقدم لكم الكتب الاكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة من كل اسبوع نرصدها لكم طبقا لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الاسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تتصدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضو عشور وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور احداثها في مملكة غرناطة لم تخل القائمة من ادب الجريمة فجاءت في المركز الثاني رواية جريمة العقار 47 للكاتبة نوه داود وتدور احداثها حول جريمة قتل في اطار تشويقي مثير تحتل المركز الثالث رواية اوراق شمعون المصري للكاتب اسامة عبد الرؤوف الشذلي والتي يأخذنا فيها الكاتب الى حدث ديني وتاريخي هام تأتي بعد ذلك في المركز الرابع رواية ياسمين ابيض للكاتبة خول حمدي وهي الجزء الثالث من ثلاثية الياسمين للروائية التونسية تختتم قائمة الكتب الاعلى مبيعا بكتاب علاقات خطيرة للكاتب الدكتور محمد طه ويتناول انواع وتفاصيل العلاقات الانسانية المؤذية لاصحابها وكيفية التعامل معها مرجعنا لكم وزي ما عودناكم بيكون معانا دايما في كل حلقة من حلقاتنا فيحكى ان تقرير عن رواية عالمية حققت نجاح ومبيعات كبيرة لكن النهاردة الحقيقة هيكون معانا تقرير عن رواية هي دونكي شوت وهي من اشهر روايات العالمية واكترها مبيعا على مستوى العالم تم ترجمتها للغاية مختلفة تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تاني باحداثها الخيالية تمكنت رواية دونكي شوت للكاتب الاسباني ميجال دي سيرفانتيس سافيدرا ان تكون احد اهم الاعمال الروائية الاسبانية والعالمية كما اعتبرها النقاد اولى الروايات الاوروبية الحديثة واعظم روايات الادب العالمي وتم ترجمتها الى لغات مختلفة صدرت الرواية على جزئين احدهما عام 1605 والاخر عام 1615 تصدرت الرواية قائمة الروايات الاعلى مبيعا حول العالم في عام 2018 بمبيعات بلغت 500 مليون نسخة تدور احداث الرواية في اطار خيالي حول قصة الونسو كيكسانو وهو صاحب مزرعة يحب القراءة ويقرأ كتبا عن الفراسة والفرسان ثم قرر ان يصبح فارسا مثلهم ويرتدي درعا ويطلق على نفسه اسم دونكي شوت ويبدأ بالبحث عن المغامرات يواجه دونكي شوت توحين الهواء التي يتخيلها تنانين عملاقة الى ان يكتشف في نهاية الاحداث انه لا جدوى من حربه وفي عام 2022 طلبت هيئة الكتب النرويجية قائمة بافضل الاعمال الادبية على مر العصور بتصويت 100 كاتب من 54 دولة مختلفة وتصدرت رواية دونكي شوت القائمة باعتبارها افضل عمل ادبي تم كتابته في التاريخ رجعنا لحضراتكم مرة تانية وزي ما تعودنا معاكم فيحققاننا اننا دايما بنقدم لكم كل جزيز وبنقاف عند كل التجارب الادبية المختلفة عشان كده معانا النهاردة عن طريق زوم الكاتب الاستاذ خلف جابر اللي هنتكلم معاه عن كتابه الصوتي اسطورة احمد خالد توفيق واللي قام بالاداء الصوتي ليه فنان والحقيقة هو فنان يمكن محبوب جدا جدا وبحققان اجحات كتيرة جدا لفترة اللي فات هو الاستاذ احمد امين اهلا بحضرتك استاذ خلف اهلا وسهلا نفا اهلا بيك وطبعا انا برحب حضرتك عن طريق زوم في برنامجنا يحكى ان اهلا ببارك لحضرتك كمان على التجربة الجديدة المختلفة اللي حضرتك قدمتها الله يبارك في حضرتك شكرا خلينا نتكلم شوية عن اختيار حضرتك لا احمد خالد توفيق وهو طبعا اسطورة في حد ذاتها وزي ما حضرتك كتبت او زي ما حضرتك اطلقت عن الكتاب الصوتي اسطورة احمد خالد توفيق اه هو نموذج ادب مؤثر في شراح اه قرائية وعمرية كبيرة جدا على امتداد عقود يعني طبعا اه ده شيء اه ما خلاه اه يصبح ظاهرة ادبية وثقافية تستحق الرصد وتستحق الدراسة صحيح اه بالتالي كان الاهتمام اه من قبل شركة ستورتين لكتوب الصوتي ان هي تتحول اه هذه السيرة او تحول توسقها او تسجلها اه فاقترح علي القيام بهذا المشروع يعني او بكتابة المشروع وبالفعل عملت على كتابة المشروع لفترة يعني من الزمن مش جليلة فترة كبيرة جدا اه تنوع مصادرها يعني اه للا ان استكملت كتابة الاسطورة دي اسباب عدة يعني لكتابة الاسطورة يمكن اه منجزه الادب الكبير اللي يستحق التقدير ويستحق الاحتفاء ويستحق الاشارة لي اه بالاضافة كمان لمشواره الادب الكبير اكيد اه وسيرته اللي تستحق ان هي تحكى او تقدم كنموذج اه للشباب اه اللي بيبدأ لسه طريقه في الادب حقا دكتور رحمد خالد توفيجه وسيرة من الابداع والاجتهاد والعطاء المستمر والاخلاص لمشروعه يعني مشخص طوله الوقت قادر على على اخلاص لما يحب ولما يقدم يعني فبالتالي ده نموذج يستحق ان هو يتجدم لكل شاب او لكل شخص بيبدأ فيه مسلك جديد او فيه درب جديد اي ان كان هذا الشيء سواء ادب او كتابة او غيره فبالتالي هو نموذج انساني وادبي يصلح تقديمه او يجب تقديمه كمان صحيح فبالتالي من هنا كانت الانطلاقة وكانت الاختيار دكتور رحمد خالد توفيج تحديد ثانيا ليه كتاب صوتي يا استاذ خلف وهل ممكن الكتاب الصوتي ده يتم تحويله الى كتاب ورقي زي كتابك اللي فات مثلا الف سيرة و سيرة ليه كتاب صوتي هي محاولة طبعا لان الكتاب الصوتي ربما او قد يكون هو مستقبل الناشر مش عايز اقول في العالم العربي لكن في العالم لان بعد ما حدث من جايحة كورونا ومن ازمة الحرب روسيا الاوكرانية وما واجه العالم من صعوبات سواء على مستوى الحركة اثناء ازمة كورونا او على مستوى العوائد المادية او مثلا تكاليف الناشر فيما بعد ازمة الحرب روسيا الاوكرانية فبالتالي العالم بدأ يبحث عن بديل فكرة صناعة الناشر دي وبديل ارخص واسهل في النقل فبالتالي من هنا جاء رواج الكتاب الورقي ومستقبل الكتاب الورقي كبديل سهل اطباعة نفسها او التداول برضو او النقل من بلد لاخرى وبعد برضو ارتفاع تكاليف الكتب او الاختلاف ارتفاع تكاليف الورق نفسه ومشاهد من ارتفاع سعار مؤخرا فليه كتاب الورقي لانه هو المستقبل لانه هو اللي جاي بشكل عام يعني ربما او قد يكون يعني هذا التوقعي يعني هل من الممكن ان الكتاب الصوتي يتحول لكتاب ورقي اه بالفعل قد يكون الكتاب الصوتي يتحول لكتاب الصوتي لكتاب ورقي زي مثلا الف سيرة والسيرة الكتاب اللي فات كان نزل كتاب صوتي وبعد كده طبع وصدر في مسخط الورقية احمد خالد توفيج او سلوة احمد خالد توفيج هو حاليا بياخد ممكن نجول مرحلة من خروجه في شكل الكتاب الصوتي ممكن مع الايام قد يكون ايام مش بعيدة يعني يصدر ان شاء الله نسخط الورقية يعني بالفعل فيه عروض يعني لتحويله من كتاب صوتي الى كتاب ورقي جميل نتكلم عن احمد امين واختيارك للاستاذ احمد امين واحمد امين طبعا من الفنانين اللي محققين نجاحات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت بص مش عايزة اقول ان الموضوع كان اختيار لاحمد امين لكن هي كان فيه ترشيح يعني لاحمد امين ترشيح كبير واحمد امين فنان كبير مناسب كمان للعمل يعني اضافة لنجاحاته الشخصية والما حققه من جماهيرية ونجاح في الفترة الاخيرة احمد امين كمان بيتمتع بثقافة كبيرة جدا هو احد تلاميذ دكتور احمد خالد توفيج واحد قراؤه ربما هو ليه صور ما قبل تنفيذ موراق الطبيعة تأكيد على ان الراجل بتجمع وبيع علاقة شخصية واحد قراؤه يعني وهو فنان مسقف جدا طبعا وبيكتب وبدع يعني وبالتالي كبير ربما اقترانه بسطورة موراق الطبيعة جعل من ترشيح احمد امين اختيار مناسب للعمل وانا بالفعل بأكد دايما ان احمد امين اضاف للكتاب الصوتي الخاص به اضافة كبيرة جدا على مستوى التجديم وعلى مستوى الجودة وبالتالي او بالذات يعني ان الكتاب اللي انا كترته كان فيه بعد درامي كبير ما كانش مجرد حكي عن دكتور احمد خالد توفيج هو كان فيه سيرة موازية وكان فيه عالم درامي وشخوص مختلفة فبالتالي كان الانسب لي ان يقرأوا ممثل وليس قارئ كمان للكتب الصوتية لان فيه تنوعات مختلفة وشخوص مختلفة لازم تتجدم بطرق يعني تتوبح الفروق ما بين الشخصيات دي فبالتالي اختيار احمد امين لكونه ممثل كان اختيار مناسب للعمل واختياره لشخصيته الدكتور احمد خالد توفيج تحديدا كان جعل الاختيار يعني افضل بكتير جميل وساس خلف انا سعيدة جدا بتجربة حضرتك سعيدة اكتر بمشاركة حضرتك معانا نهاردة في حلقاتنا في حكاءنا عن طريق زوم الف مبروك على سطورة احمد خالد توفيق و الف مبروك لحضرتك الله يبارك فيك شكرا لحضرتكم طيب مشاهدين خلونا نطلع لفاصل ونرجع لحضرتكم نستكمل معاكم حلقتنا النهاردة اتفضل ورجعنا لحضرتكم مرة تانية ومعانا ومن ورانا النهاردة الكاتبة الجريئة والمترجمة خميلة الجندي هنروح معاها العالم بيجمع ما بين الرومانسية والفروسية وكمان المشاعر الجميلة وده من خلال كتابتها ومن خلال كتابها تحديدا بين أطلال السباعي واللي بنتكلم فيه أو هنتكلم فيه عن سيرة الكاتب والأديب الكبير الراحل يوسف السباعي وإحنا قلنا الجريئة لأنها اختارت الحقيقة شخصية غنية جدا جدا على جميع المستوات مساء الخير يا خميلة أهلا بيكي سعيدة جدا بتجربتك وتعالي كده نتكلم في البداية عن اختيارك للراحل يوسف السباعي اختيار جريئ شخصية غنية شخصية مليانة بالمراحل ومليانة بالمحطات المختلفة اختيارك ليه كان ليه؟ لسبب شخصي أن أنا ستي الله يرحمها كانت بتحبه جدا الله يرحمه ولسبب أنه أنا بحب قراءاته وما لقيتش كتير عن حياته آه فهو كان اختيار جريء ومغامر لأنه ما فيش مصادر كتير عنه فخلينا يبدأ من الصفر وده خلينا يتسأل هو ليه ما فيش كتابة يعني ما فيش سيرة مكتوبة عنه فشجعني بصراحة أنا بحب أروح للأماكن اللي ما حد شرح لها كتير رحتي ولقيت أكيد يعني محطات مهمة جدا ولقيت مراحل مهمة جدا لقيت شخصية غنية جدا واثرية جدا زي ما كنا بنقول ايه أكتر المراحل والمحطات اللي لفتت انتباهك وكنت شايفة أنه مهم جدا ككاتبة أنك تلقي الدوق عليها في حياة أروائي يوسف السباعي يمكن مرحلة الطفولة لأنه هو تأثر جدا بولده محمد السباعي كان قديب ومترجم فوتأثر بعموتها السباعي كان رجل سياسة إلى جانب أنه كنه طبيب يعني فالمرحلة دي هو تأثر بشكل كونه بعد كده لو بصتي على حياته هتلاقي أنه هو أصبح أديب وأصبح رجل سياسة ورجل دبلوماسي فيمكن المرحلة دي أنا حبيت أسلط الدوع عليها حتى بدأت الكتاب بيها يعني مشيت بترتيب زمني بداية الأول أصلا حياة محمد السباعي بشكل مقتدب وبعدين طفولته ونشأته وأنه هو كان بيساعد والده في طباعة الأعمال بتاعته المترجمة أنه هو بيروح المطبعة بيها فالمرحلة دي كانت ثرية جدا يعني أنا دائما بشوف الطفولة هي المكان اللي احنا بنرمي فيه البذرة واللي منها بتطلع بقى الحكايات كلها وتطلع الشخصية وبتتكون وكل حاجة بالزبط فكنت عايزة ركز على البذور دي بدأت حكي لنا بقى عن الجذور وحكي لنا عن الطفولة وحكي لنا عن إيه اللي عرفتيه اللي مش معروف عن ألواء يوسف سباعي خاصة لأنك في بداية كلامي قلت أنه أصلا مش مكتوب عنه حاجات كتير يعني أنت بيعد كتابك زي كتاب فيه قدر كبير من التوثيق لحياته والمشواره والطفولته والمحطاته اللي مر بيها هو أنا بحاول أخليها كلمة تجميع تجميع لأن التوثيق عشان يكون فيه توثيق لازم يكون مع شخص لازم يكون حواري وتسجيلي مع الشخص نفسه لكن مرحلة الطفولة هو حياته كانت تراية في طفولته جدا لأنه نشأ في حي السيدة زينب وبعدين انتقل بعد كده لشبرة الحيين من أصول مصر طبعا في أحياء شعبية بالمعنى الجميل للكلمة صحيح وده أثر بأصل اللي هو عاش فيها أثرت كمان بعد كده على كتاباته يعني هو لي كتاب اسمه بين أبو الريش و جنينة نميش كان بيتكلم عن مغامراته في الفترة دي إلى جانب أنه هو كان دراع والده ليمين في الأمور دي يعني كان بيروح مثلا ياخد الدشت بتاع الطباعة ويروح به المطبعة كانت مطبعة في رود الفرج عشان يطبع الكتب ويستلمها ويرجعها لولده فأعتقد ده يعني خلق شخص عينه مفتوح على الحياة قادر يرقب وقادر يبص وقادر يسمع ودي أعتقد من الحاجات المقامات الأساسية في الكاتب والروائي إن هو يكون قادر يشوف الشخص العادي مش شايفه وقادر يسمع الأصوات اللي بتكون البيئة الصوتية اللي هو يقدر يكتبها في عمل أو في رواية هو طبعا كان يعني رجل عسكري كمان وده أكيد أضاف لشخصيته كتير وأضاف كمان لكتاباته كتير هل كان واضح ده من طفولته بما أنك كنت بتتكلمي عن الطفولة واهتمتي بالطفولة هل التزامه مثلا كان حاسم جدا هل كان فيه اهتمامات معينة في طفولته كانت بتشير لده وبعدين نتكلم عن طبعا كونه رجل عسكري وأديب كبير جدا أعتقد هو ده بدأ عنده بعد وفاة والده يعني اتخلق عنده المسئولية لأن والده توفى في سنه صغير وهو في سنه صغير فده خلق عنده مسئولية اتجاه الأسرة فممكن يكون ده دافع خلايا لتحق بالعسكرية لأن العسكرية معروفة بالانضباط والحسم والحاجات دي كلها فده ده أعتقد الدفع الأساسي وفاة والده وهو في سنه مبكر لكن غير كده لا هو كان شخص يميل أكتر أنه هو يطلع أديب يميل أكتر أنه يطلع أدريب هل عنده أي تجارب للكتابة؟ بدأت يجربه في المدرسة غير أنه كان بيساعد أم لا 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 كتب في المدرسة وعمل ثلاث مجلات في المدرسة وكأول يعني أول حاجة كتبها كانت قصة اسمها أم الأنواء نشرت بعد كده بتقديم من طاح سين بس دي أول حاجة هو كتبها يعني كتجربة صادقة أو تجربة ينفع تتقال عليها تجربة أدبية على المستوى الإنساني مش بس على المستوى الأدبي أو مش بس على المستوى العملي النقط أو الصفات اللي اكتشفتيها فيه على المستوى الإنساني لما قررت أنك تعملي عملية تجميع زي ما قلتي أو أبحاث عشان تقدري تجمعي كل المعلومات المهمة اللي قلتيها في كتابك كان شخص لزيز ده اللي لمسته ده اللي لمسته مع الناس اللي عصرته ما عادتش مع الناس كتير عصرته طبعا بس أكتر رجعت لأي حد من عائلته؟ رجعت لأي حد من الأفاد الدكتور عبدالوهاب حفيدو رجعت له طبعا في كذا حاجة ورجعت لدكتورة لوتاس عبد الكريم ولجعت الأستاذ رشاد كامل هو أصلا اللي دليني أبدأ منين فكلهم دوني إحاء إن هو شخص لزيز التعامل معاه إلى جانب البرامج اللي أنا شفتها لقاءات وحوارات معاه حتى هو وزير يعني ما تحسيش إن هو طفل حتى هو دخل على ستين سنة وشعره كله أبيض تحسي إن شخص سهلس سهل بسيط قوي بسيط أنت إيه اللي بتحبيه ليوسف السباعي يعني أنت قلتي أنا أصلا بحبي قراءاته وبأرى كتير جدا لكتبه أنت إيه اللي بتحبيه ليوسف السباعي وإيه اللي لفت انتباهك كشابة يعني طبعا أنت برضو من صغيرة أنت كاتبة شابة واضح إنك لسه يعني في بداية مشوارك في عالم الأدب وإن شاء الله يكون لكي نجاحات كبيرة وتقدر تحقق كل نفسك فيه بس عشان تحبي يوسف السباعي عشان تبقى بتقري ليوسف السباعي عشان تقرري تكتبي عن يوسف السباعي تي خطوة مهمة جدا فهيحكيلي كمان عن أنت ككاتبة غزيتي نفسك إزاي بيوسف السباعي عشان تقدري تكتبي عنه عشان تحبيه وتقرري أنك لما تكتبي تكتبي عن يوسف السباعي مش عن أي حد تاني أنا أول حاجة قررت هالو أثار على الرمال وهي اتعملت فيلم ما كنت شفت الفيلم الحقيقة بس الرواية كانت صعبة لأنني أنا قاريتها في مرحلة كنت في سنوي تقريبا كنت صغيرة جدا يعني وهي مكتوبة بأسلوب فلسفي ده اللي فهمته لما كبرت بقى لما دخلت الكلية ودرست أدب وكده فهمت إن هي رواية فلسفية واستمر قاريت بقى مجموعات قصصية الأولى لأنها كانت أسهل وبعدين قاريت الثنائيات بتاعته فكان دايما عندي سؤال هو ليه بيتقال عليه فارس الرومانسية أيوه هو رومانسي يعني ده شيء ما نقدرش ننفي عنه بس لو حد بيقراله هو أكاديمي أو بيقرأ كتير حتى مش أكاديمي ولا ناقد هيكتشف إن فيه طبقات تانية تحت الرومانسية أو تحت قصة الحب اللي موجودة سواء بقى طبقات نفسية سواء طبقات اجتماعية زي في أرض النفاق مثلا أرض النفاق ما فيهاش رومانسية كبيرة يعني ما نقدرش نقع عليها رواية رومانسية ليه رواية اسمها ليه له آخر جزئين ودي أكتر حاجة مأثرة فيها الحقيقة رواية عظيمة أبقرية بتتكلم في كل شيء وعن كل شيء ولكن القطار العام بتاعها رومانسي فأنا يمكن من دوافع كتابة العمل يعني كتابة بين أطلال السباعي إنه هو مش كاتب رومانسي فقط ما ينفعش نختزله في الشيء ده طبعا وما ينفعش نختزله إنه هو كاتب بس لأنه هو عامل حاجات كتيرة جدا في الوسط الثقافي ممكن نشير إليها فأنا تقريبا قريبا قريبا أغلب أعماله مش كلها ولكن قريبا 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 كل الألوان اللي هو كتبها سواء مصرح أو قصة أو رواية فده ساعدني أكتر أدخل العالم بتاعه عالم الكاتب بتاعه جميل خلينا نتكلم شوية عنه وعن تأثيره على الوسط الثقافي والوسط الأدمي بشكل عام الحقيقة أنه أروائي يوسف سباعي كان سبب يمكن في إنشاء كثير من الكيانات الثقافية المهمة جدا عشرت لده في كتابك أكيد مصبوك كلميني شوية عن الكيانات الثقافية اللي كان يوسف سباعي هو السبب الأول في تواجدها خلينا نبدأ بعلاقته بإحسان عبد القدوس يلا لأن علاقته بإحسان عبد القدوس هي كانت الموتيف كانت المطور اللي بخلي كل الكيانات دي بتحصل لأن الوضع كان بيتم كالآتي إحسان عبد القدوس مع احترامي طبعا الألقاب يعني بيعنده فكرة يروح يقولها اليوسف السباعي ولأن يوسف السباعي هو اللي في المناصب الرسمية فهو اللي هيقدر يسهلها أكتر يعملو لها عصف زهني مع بعض ويخلقوا الفكرة ويبدأوا ياخدوا تصاريحها ده حصل في كذا حاجة بقى ده حصل في نادي القصة بدأ بالشكل ده حصل في المجلس الأعلى لرعاية الفنون برضو بدأ بالشكل ده فهو كان السبب الأساسي أن الكيانات دي تبقى كيانات لها مكانة حقيقية رسمية لكن ما كانتش فكرة الوحده برضو ده شيء الحقيق يقال كانت فكرة إحسان ويوسف وهم اللي اتنين بيخلقوها مع بعض زي الكتاب الزهبي مثلا الكتاب الزهبي يطلع بنفس الطريقة أنه ليه ما نعملش كتاب نساعد به يصدر ونساعد به الكتاب الشباب في الفترة دي فأعتقد علاقة الصداقة اللي ما بينهم كان لها برضو فضل كان لها تأثير كبير تأثير كبير على الكيانات دي أنها تخرج عمل إيه زي كيانات زي إيه بقى تعالين كده نعرف برضو المشاهدين بالكيانات نادي القصة طبعا نادي القصة قد يبدو شيء مش هائل بالنسبة للناس دلوقتي بس هو في وقتها ما كانش فيه فرصة أن حد يطلع جديد لأن طبعا ما كانش دور النشر إليها الانتشار الموجود حاليا يعني ولا كان سهل التواصل معها بالشكل الموجود حاليا فعشان حد يطلع جديد مش هيعرف يطلع غير من خلاله هو بيبعث القصص واللجنة كبيرة يعني طه حسين كان من ضمن الموجودين في اللجنة توفيق الحكيم مش عايزة أنسى أسماء بس أسماء عظيمة جدا هي اللي بتراجع على القصص اللي بتتنشر فوقتها وبتتنشر بالفعل على حساب مؤسسة روزا ليوسف يعني فوقتها ده كان المنفذ الوحيد لأدباء كبار بقوا موجودين بعد كده بسببه المجلس الأعلى طبعا الفنون والثقافة برضو اتحاول بعد كده لوزارة الثقافة نفسها فالإسهامات دي يعني أعتقد دول أهم إسهامين هو هو عملهم في الفترة اللي كان موجود فيها جميل تعالي طلع لفاصل ونرجع لك مرة تاني اتفضل كاتب متفرد صاغ بقلمه أروع الأعمال الأدبية والروائية إنه فارس الرومانسية الأديب والروائي الكبير يوسف السباعي تمكن يوسف السباعي خلال رحلته الأدبية أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في سجل الأدب المصري والعربي ونسج في كتاباته عالما خاصا جمع فيه بين الفروسية والرومانسية جذبت أعمال يوسف السباعي صناع السينما والدراما وتم تحويل عدد كبير من رواياته إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية ومن أهم أعماله التي خلدتها الدراما رواية رد قلبي التي كانت تدور بين قصة الحب الشهيرة بين علي ابن الجنين وإنجي بنت الأميرة وتحولت هذه الرواية إلى فيلم يحمل نفس الاسمه ثم تم تحويلها إلى مسلسل من بطولة محمد رياض ونرمين الفقي وروايته الشهيرة أرض النفاق وتم إنتاج هذه الرواية أكثر من مرة في السينما والتلفزيون وأيضا روايته إني راحلة والتي تحولت إلى فيلم من بطولة عمد حمدي ومديحة يسري وتحولت بعد ذلك إلى مسلسل تلفزيونية إلى غير ذلك من الروايات التي لا تنسى مثل بين الأطلال ونحن لا نزرع الشوك والسقامات وغيرها من الأعمال ولسه نوراني الكاتبة الشابة المتميزة خميلة الجندي بنتكلم معاها عن كتابها أطلال السباعي والتي طبعا بنتكلم فيه عن فارس الرومانسية الروائي الراحل يوسف السباعي يهميني قوي أعرف منك برضو بعد كل المعلومات اللي عرفتيها عنه ممكن تساعد إنه هو يكتب كتير ويخرج مشاعره لأنه الجيش مفيش مجال موضوع نظامي قوي بيصحى في معاد معين وينام في معاد معين فهو مقدموش غير الكتابة ومقدموش غير الكتابة الرومانسية إنه هو يعبر عن مشاعر ومقدرش يعني ما قصدش برومانسية هنا حب أقصد مشاعر بتخرج إحساسه اتجاه زميله إحساسه اتجاه وحدته إحساسه اتجاه أهله اللي هو مش قادر يشوفهم فمش شايفة تعارض بين الاتنين بالعكس بشوفهم يعني ممكن يكملوا بعض بشكل كبير جدا يمكن كمان هو عشان كان شخص نقدر نقول فاميلي بيرسون قوي فده أثر على وجوده خلال وجوده في الدراسة كان محتاج يعبر عن مشاعره بشكل أو بآخر وفيه أعمال كتير من هو خرجها خرجها من خلال عصف الزهني للأيام اللي هو كان ما قضيها في زي مثلا إني راحلة رد قلبي طبعا الأشهر خلال الفترة اللي هو قضها كضابط فأعتقد ده التأثير الوحدة اللي بتبقى موجودة في العسكرية المحطات المهمة في حياته والمحطات المؤثرة جدا في حياته من وجهة نظري كانت إيه؟ من وجهة نظري الدبلوماسية المرحلة الدبلوماسية بتاعته هي اللي قدت في الآخر لاختياله الفترة اللي هو كان فيها في المجلس الوحدة الأفريقي الأسيوي أسهم إسهمات كبيرة جدا على الصعيد السياسي للعلاقات في الفترة دي راح دول كتير سواء في أسيا أو في أمريكا الجنوبية أو في أفريقيا عمل صدقات كبيرة جدا فكان دبلوماسي شاطر قوي وفي نفس الوقت أنا بشوفها الأكثر تأثيرا لأن بشكل أواخر هي اللي قدت لدوافع اختياله فدي كانت بالنسبة لك أهم محطة في حياته أو من المحطات اللي غيرت شكل حياته والأكثر اختفاءا مش ناس كتير تعرف عنها ايه تاني كانت الناس ما تعرفش عنه كتير وانت كنت حبة انك تلقي عليه الدوق يمكن علاقاته بإحسان عبد القدوس لأن الناس كلها فهم أن علاقته بإحسان عبد القدوس كانت علاقة عداء جاية من ودلوقتي الناس كلها بتحب لا أنا بحب كذا وانت بتحب كذا وكنا من الفريقين في دلوقتي اللي بحب يوسف السباعي ما يحبش إحسان والعكس هما في وقتها كانوا أصدقاء أصدقاء على درجة كبيرة وعلى درجة أسرية فدي برضو كنت حبة صلة الدوق عليها كان عندك أصدقاء في الواقع لكن أعداء على الورق مظبوط دفاصل ودي كان لها علاقة بالحكاية التي حكيتها دلوقتي مظبوط هي علاقته ببعض ايه تاني حبيتي أنك تلقي الدوق عليه في كتابك عن الرواء يوسف السباعي وإحنا طبعا يعني حبينا على قد ما نقدر نعرف منك أنت نحرق العمل لا مش ما نحرق اللي تقال عليه بعد وفاته فيه كتاب صدر كامل عن اللي تقال عليه بعد وفاته والكتاب ده كان مهم جدا وسعيدني جدا سواء اتقال في مقالات أو اتقال في خطب واللي تكلموا عنه مش بس أدباء وزراء وديبلوماسيين مش بس مصرين ولا عرب من بره من أسيا من أفريقيا من أوروبا الشرقية ففيه فصل في الآخر عن اللي تقال عليه بعد وفاته البعض كان عدولي أثناء حياته الأسباب يعني شخصية وأسباب عملية لكن كان لازم يعمل له رثاء أنت مش بس كتبة أنت كمان مترجمة كلميني شوية عن القصة بتاعت الترجمة دي يعني اشتغلت ترجمتي إيه عملتي إيه وفكرت الترجمي الكتاب ده فكرت إن الكتاب ده ممكن يكون مترجم في قوم من الأيام خاصة إن احنا بنتكلم عن شخصية غناية جدا أنا خارجة ألسن فدا شغلي أصلا إن أنا أترجمة الترجمة؟ ده عاصل شغلي ده شغلي ألسن إيه فقط.. gewesen إنجليزي إنجليزي وفرانسي الإنجليزي وفرانسي lesseo ترجمة الأدبية بدأت فى ثلاث سنين تقريبا Str Employee ولكن ما أترجمش للغة الإنجليزية يعني أنا أحب كل ترجمة الأدبية تحديدا ان اللي ترجم الجنسية اللي هي ترجم له أنا مصرية أو عربية أترجم للعربي لأن في الأدبي في تكات كده لازم الشخص اللي بيتحدث باللغة هو اللي يتعامل بيها بس أتمنى أنه يترجمه هتبقى خطوة هكي أنواع معينة من الأدب أنت متخصصة فيها أكتر أو في ترجمتها أكتر الرواية 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 والكتب الأدبية بشكل عام الرواية أو أدب الرسائل أو غيره نحن بتقرير مين تاني غيوسف السباح مين تاني ها أمين معلوف اللي ممكن في يوم من الأيام تفكري أنك تعملي عنه كمان كتاب أو ممكن تكون حياته سرية جداً أو ممكن تكون شخصيته على الورق جذابة مزبو لبنت كتبه في بداية مشوارها زيك تخليك تكتبي عنه كتاب أمين معلوف لأن حياته سرية جداً جداً بالفعل وكتباته عظيمة أنا أعتبر الرواية المفضل بعد يوسف السباح أخذ منك وقت قدي الكتاب أخذ سنة بدور هبدأه ازاي وسنة بجمع الحاجات بتجمع المعلومات لأسا ولأن المعلومات كانت شحيحة والمصادر قليلة وأغلب الأرشيف ما كانش موجود وأغلب العصراء توفهم الله فكان صعب عملية التجميع كانت صعب ما كانش فيجر عيلته أنت قلت رجاتي لحفيده العيلة ودكتور لوتس الأستاذ عبدالوهاب سباعي عبدالوهاب الغندور الغندور لأنه حفيده من بنته ومش من بنته وخذ شهر كتاب الملاحظات دايماً لما حد بيجي يكتب عن شخصية معروفة كتير في الفترة الأخيرة كنا بمسمع عن مشاكل بتحصل مع الأرايب أو الورطة أو كده علشان أحياناً بيكون في معلومات مغلوطة أحياناً بيكون في معلومات هم مش حبين أنه هم حد يتكلم عنها يعني بيكون فيه اختلافات كان عنده أي ملاحظات؟ لا الحقيقة كان شخص متعاون جداً وأنا كنت حريصة أنه أنا ما تعرضش للسيرة بشكل مؤذي لأن أنا مش هدا في أنه نكتب عنه لا بالعبس كتبع عن حد بتحبيه جداً حتى لو هكتب عن حد بكرهه مش هكتب عنه بشكل مؤذي هكتب عنه الحقيقة فكان حرصي ده أن أنا حزفت حاجات كتير ما لقيتهاش صدر موثقة كل الحاجات الغير موثقة والغير منطقية من وجهة نظري ما كتبتش يعني كانت موجودة وعندي وممكن أن أملك كتاب وخليه كبير كده بس ما حبيتش إن أنا كتبها فلا لا كان فيه عملية تعاون لطيفة الحقيقة مع دكتور عبد الوهاب وأنا ما كنتش أكتب حاجة سيئة حياته العسكرية أضافت له إيه ككتب؟ أعتقد أضافت له نصف إرثه يعني لازم ككاتبة أنا بقولك بقى النقطة دي لازم حياتنا تأثر في اللي احنا بنكتبه ده أكيد ده أكيد فهو لو ما كانش عسكري في اللي بنكتبه في اللي بنشتغله في كل حاجة طبعا لو ما كانش عسكري ما كانش هتطلع يوسف السباعي الأديب ده أيوة ما كانش هتطلع الشخصية دي التوليفة دي آه آه لا خالص وما كانتش هتطلع الكتابات بالشكل ده الشكل اللي هو طالع من شخص حاد انتي حاس أن هو حاد وقوي جدا ولكن حاس أنه هو لطيف وهادئ جدا في كتبته فأعتقد ده رجع يعني ده للعسكرية وده لأنه هو طبيعته الشخصية كده وتربيته كمان في حي شعبي مصري أصيل زي ما قلنا متغزي بالمصرية الأصيلة ده أكيد كمان كان بيوضيف يعني ملامح مصرية قريبة دي حقيق للقارق أو للناس دي حقيق ويمكن ده اللي ساهم وطبعا أنتي برضو صححيلي ومهم جدا أسمع إجابتك في الموضوع ده ده اللي يمكن اللي ساهم في تحويل بعض أعماله لأعمال سنمائية يعني قربه من الناس وقربه من الأحياء الشعبية ونشأته وتربيته وحياته وصفاته يمكن ده خلاه عارف يشوف أو يجسد الشخصية المصرية دي حقيق وهو كتب فيه بعض الأعمال كتبها مباشرة للسينما مش متاخدة من رواياته فلا يعني مثلا لو تكلمنا عن أرض النفاق فهي التصوير بتاعها والتدخلات بتاعته جاية من هو شخص مصري مصري متأثر بمصر وبطبيعة مش هقول النفاق بس بطبيعة بعض الشخصيات المصرية اللي عايزة أكتر أي فلا يعني أعتقد ده كان ليه تأثير كبير فعلا إيه أكتر الأعمال اللي تحولت لأعمال سينمائية أو أي أكتر الأعمال اللي هو كتبها للسينما أي أن ما كانت يعني اللي أنت بتحبيها وانت شايفة أنه أن هي كمان أضافت للمشوار والأدبي كتير أنا من مرة شغيرة بحب ردة قلبي بسبب ما زكته أه ولأني أحب مريم فخر الدين جدا الحقيقة وبين الأطلال بين الأطلال بين الأطلال أنت واخدى من الإسم بين أطلال يعني واخدى من الإسم في إسم كتابك مضبوط ده تأثيرا أو تأثرا بالفيلم ولا أنت كنت أصدى يعني عنوان الكتاب اختارتي من الفيلم بتاعه ولا اختارتي ازاي اختارته من الرواية واختارته لأنه أنا ما كتبتش كل حاجة عن يوسف السباعي فما قدرش أقول أن دي صيرة حيات يوسف السباعي كلها كان لسه في حاجات في حاجات كتير معروفة أو مش معروفة زي ما بقولك طالما ما سجلتش معه شخصيا عمري ما هحط إيدي على حياته كاملة ممكن تكمل كتاب تاني فيها المعلومات أو الحكايات الخاصة في حياته اللي ما كتبتهاش في الكتاب الأولاني ممكن يكون فيه طبعة تانية مثلا تكملة لأطلال السباعي ممكن فكرت فيها فكرت في أي مشروع جديد ولا خلاص لسه واخدى راحة شوية الموضوع كان مرهق قوي الكتاب عن شخص فإن شاء الله رواية المشروع الجديد إن شاء الله رواية عن إيه الموضوع بتفكري في أي موضوع معين بتفكري في حكاية بتميلي لإيه في الروايات يعني شكل حبك إيه للروايات أنا رايحة للجانب التاريخي في الروايات شوية التاريخي أنا لسه أنا ما كتبتش حتى الآن تاريخي أنا بكتب اجتماعي بسيط جدا أنت غاوية توثيق بقى أو غالبا الروايات التاريخية لما أقرأها بتعجبني فأحب أكتب اللي يعجبني أنا بحب أكتب الحاجة مرحلة تاريخية معينة بتشغل بالك أو بتحديها الحرب العالمية الأولى بس في مصر يعني وضع مصر كان عامل إزاي في الحرب العالمية الأولى مش التانية جميل أنا سعيدة أن أنا قابلتك فخورة بيكي جدا وكل التوفيق وكل النجاح إن شاء الله على كل المستويات مستوى الترجمة وعلى المستوى الأدبي وإن شاء الله تحققي كل أحلامك وتكتبي أكتر عن كل الكتاب وتكتبي كل الروايات اللي بتحبيها إن شاء الله أشكرا جزيلا مرسي خميلة طيب بكده بنكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا النهاردة من يحكى أن الحقيقة تمنورانا الكاتبة الشابة الجميلة خميلة الجندي واللي اتكلمنا معاها عن كتابها بين أطلال السباعي عن فارس الرومانسية الروائي والأديب الراحل يوسف السباعي كان معاكم رانيس سيد تشكركم اشتركوا في القناة